السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا في المحضراتين السابقتين اكلمت على اثنين طبيقات مهمين جدا في التعامل مع البيانات. واحد كان خاص به الميثينج والتاني كنت بتعامل فيه مع التكست او الكاتيجوري كان التريبيوت لان المشين ليرنج بيقدي بصورة كويسة او بيشتغل بصورة كويسة لما يكون فيه ارقاب. اليوم بنتكلم تقريبا عن ثالث احضر كونسبت في الموضوع وهو خاص به الفيكشر سكيلينج معظم المشين ليرنج بيقدي بصورة كويسة لما يكون لو انا عندي اكتر من فاريبل لابد بشكل ما ان الفاريبل دي تكون واخدة نفس الفاريبل يعني واخدة نفس الرينج. لكن بطبيعة الفاريبل مختلفة لو انت بتتكلم في سعر بيت فجاي لك برينج معين لو انت بتتكلم على دخل الموظفين بسعر معين لو انت بتتكلم في اوزان في ضغوط في احجام في في اي برامطر هتلاقي الطبيعي ان الرينج بتاع البرامطر يكون مختلف فهنا عشان تخلي المشين ليرنج يتعلم من الكل بصورة مماثلة لابد ان يكونوا او تخضعهم كلهم لمين لنفس الرينج. في الاجندة انت التعالي اليوم هنعرف ايه فى شخص تكيلر و تردونا المشكلة بتاعتهم. هنتعرف على طريقتين في التعامل مع الكلام ده وطريقة اسمى المين او المين ماكسامل ماكسامل سكيلينج وده بتسمى او يطلق عليها نورمليزيشان وقاللاها مين ماكس سكيلر موجود في الصيك اليرن. الطريقة الأخرى مرطبطة مليا بالمين والفاريانس اسمها اسمها Standardization وده برضو لها Standard Scaler في الطريقتين دول وانت بتشتغل اذا كانت البانت بتاعتك مفيش فيها Outlier فالدنيا تمام وزي الفل اما اذا وجد Outlier هتلاقي ان Standardization سيبقى افضل لو الOutlier كتير وبدأت تظهر وبدأ يبقى لها Probability اكتر من الطبيعي عند التيلز بتاع الدستريبيوشن هنا بيطلق عليها Heavey Tail وهنا المين ماكسي و الستندريزيشن ليست تحل هذه القصة لان هما الاثنين هيضغطوا البيانات يعملوا سكواشنج لي البيانات وبالتالي الفروق البيانية بين النقاط ليست تبقى طب ايه الحل عندك حلين ممكن تعمل سكوير روت وممكن تعمل اللوجيراسم دول ممكن يحلوا الموضوع نقطة باكيتايز هنا جاية غلط هي مع MultiModal Distribution ايضا هنتعرف على ان معظم المشيل ليرنج بيفترض ان البيانات اللي موجودة تكون Unimodal يعني فيه نقطة واحدة وبتتكرر لكن لو انت بياناتك جامل اكتر من يعني مثلا بتحلل بيانات ذكور ويناس في الاطوال هتلاقي دول يعني متجمعين حوالين المود معين ودول متجمعين حوالين مود هنا مود باكي اللي هي اكثر القيام تكرار تمام ودي موجودة في الديتا سيت اللي معانا ان هتلاقي فيه MultiModal Distribution والمشيل ليرنج مودال في المالتي مودال بيعمل مشاكل مشاكل كتير جدا وبالتالي لابد التعامل مع المالتي مودال ديستربيوشن احد الطرق التعامل مع المالتي مودال ديستربيوشن عن طريق الباكي تايزنج هنشوف الكلام داخل المحاضر ان شاء الله تعال نبدأ كده على بركة الله ونقول يعني ايه فيتشار سكيلينج فيتشار سكيلينج ده من اخطر الترانسفورميشن اللي بتتم على البيانات لادئها الكويس ومع استثناءات بسيطة ان الماشين ليرنج بتاعي ما بيقديش بصورة كويسة اوكي الماشين ليرنج بتاعي بيقدي بصورة سيئة طالما ان الاسكيلز مختلفة يعني لو انا عندي البريدكتور بتاعتي او الاريابل او الاتريبيوت او الفيتشار لاحظ ان انا بعيد المصطلحات على حضراتكم لو كانت الرينج بتاع كل الاريابل الاريابل الاولاني مختلف عن التاني عن التالت عن الرابع هتلاقي اداء الماشين ليرنج بتاعك مش كويس تمام؟ ليه لان الماشين ليرنج هيركز على الاسكيل الكبير ويتعلم منه يعني مثلا انت عندك في الديتاست بتاعتك الـ total number of rooms عرض الغرف اللي موجودة كان بيتراح من رقم من ستة لتسعة وتلاتين الف شوف الرينج عامل ازاي من ستة لتسعة وتلاتين الف لكن الـ median income كنا احنا عملين له سكيلينج وكان من زيره لخمستاشر طبعا ده بدون اي سكيل بدون اي فيتشار سكيلينج هتلاقي ان معظم الموضل اللي انت بتختارها في الماشين ليرنج موضل بتقبايز ده قوي ان يتجاهل الـ median income لان الـ range بتاعه الغير ويبدأ يركز ويتعلم من الـ total number of rooms ودي انا مش عاوزها لانا مش عاوزه يتعلم من الـ variable واحد ويعمل discard لكل الـ variable الاخرى عشان تحل الكلام ده عندك طرقتين مشهورين جدا هناك طريقة اسمها الـ min max scaling ودي بتعمل scale يعني الـ variable بتاعك ليه minimum كام maximum كام انا عاوزه الـ minimum 0 والـ maximum 1 او عاوزه الـ minimum minus 1 والـ maximum 1 عشان في الـ neural منحب نشتغل على 0-min يبقى اما هاخد دول احطهم في range من 0 الـ 1 ويفضل لو انت شغال مع الـ neural network يبقى من ناقص 1 لـ min من ناقص 1 لـ 1 هذه الطريقة بتاع الـ min max scaling اللي يسمعها normalization اما طريقة الـ standardization دي بشكل ما بطرح المتعصد ومأسم على الـ variance هنشوفها حالاً الوقت خلينا الاول نتكلم فيه min max scaling انا طريقة min max scaling عبارة عن ايه ده الـ x بتاع حضرتك ده الـ variable كان ليه قيمة minimum و maximum انا هقول والله لو minimum فانا عاوزه تبقى كام 0 فالكو اردينيت ده minimum وصفر ولو maximum عاوزها maximum 1 فالكو اردينيت التانية maximum 1 وتقدر تجيب الـ equation بتاع الـ straight line ده تقدر تجيب الـ equation بتاعك ان القيمة بقى y اللي هي range ما بين 0 و 1 عبارة عن ايه الـ x اوكي اللي هو الـ input او feature بتاعك اللي انت حولته ناقص المنمم على maximum ناقص المنمم وهذه الطريقة بتاعتنا اللي هي normalization فالـ min max scaling طريقتها او الطريقة دي اسمها normalization وهذه زي ما قلت ان الـ values are shifted and reskilled عشان تبقى فيين في الـ range من 0 إلى 1 وارد بتيتعامل ان انا بطرح الـ minimum value وبقسم على مين وبقسم على الـ difference وبين الـ minimum ومين والـ maximum ودي جاهزة مش محتاج تعمل الكلام ده عن طريق الـ min max scaling وفيها option كمان حلو قوي تقدر ان انت بزبط min feature range ليه عشان تغير range اللي انت بتتكلم عليه يعني لو انت مش عاوز 0-1 يعني مثلا الشبكة العصبية او deep neural network بيحب يشتغل مع 0-min input فالـ range انت عاوزه من ناقص 1-1 اهو feature range من 0-1 اعملت import للـ class min max scaling وعملت الـ object بتاعي وحطيت feature range من 0-1-1 ورحت طبقت الكلام ده على housing number على الـ الـ وطبقت min max scaling وعملت fit transform لان انا على طول يعني مش محتاج ان انا اتعلم فبدلا بعمل fit بعمل fit transform fit transform طبق على housing min على housing دي الطريقة البساطة وده feature range اللي انت عليه اللي انت تحتاج تستعمله اذا كنت محتاج تخلي الـ range بتاعقية مختلفة غير الصفر الـ 1 ربما ناقص 1-1 في الشبكة العصبية الـ effect بتاع الاوتلاير اتكلمنا عليه فالـ effect بتاع الاوتلاير في المين ماكس هيبقى evident قوي ليه؟ هيضغط كل البيانات البيانات بتاعتك كانت موجودة في range صغير ومعها قيمة outlier فانت لما بتحسب الماكس بمناقص من المين بقت الاوتلاير دي ماكس وبالتالي لما تيجي تطرح ويجيب الـ range هتلاقي القيم دي ضغطت قوي والقيم دي بقتها بتاعت الاوتلاير فالـ effect of outlier معا كده هيبقى واضح بشكل كبير جدا لانه بيكمبرس كل الـ data set في small range وهيبقى صعب عليك جدا تعمل distinguish between the original values وبين بين الـ original values على الـ scale الجديد تمام؟ اما الـ standardization دي مختلفة شوية زي ما قلت انه بطرح المين وبأسمع standard deviation لما بطرح المين طبعا ده معناه ان المين بتاعك بقى 0 بتاع البيانات الجديدة اوكي؟ وبقى كمان الـ variance بتاعك unit variance على البيانات اللي تعمل لها scaling زي ما قلنا الاوتلاير ليه تأثير عن الـ standardized values ليه تأثير اه ليه تأثير لكن الـ impact قليل شوية اقل حد لـ data point remain more spread out البيانات الاصلية محافظة على الفروق اللي بينها وبين بعضها تمام؟ وبالتالي بتحافظ على relative difference وده كويس جدا البيانات الـ standardized values وزاوت الـ outlier هتلاقيها زي ما هي مختلفة indicating that standardization maintains a better distinction بين الـ values في وجود من؟ في وجود الـ outlier وده ممكن تشوفها وتشوف تأثيرها في المين ماكس سكيلور يعني لو انت عندك district الـ median income كان مثلا بتكلم من 0 إلى 15 لو انت حطيت by mistake حطتها 100 كده الماكس بقى 100 والـ minimum بقى صفر انت بتقسم على 100 فالقيام من 0 إلى 15 وده هتبقى من 0 إلى 0.15 لكن المية هتبقى كام؟ هتبقى 1 فانت كده عملتش كواش ضغطت البيانات من 0 إلى 0.15 ضغطتها من 0 إلى 0.15 والمية بقت 1 وده طبعا هيبقى مشكلة كبيرة جدا عشان تعمل implementation لـ standardization عندك class standard skiller هاعمل منه object وابدأ اطبعه على housing ground مفيش مشكلة خاصة ندخل بقى في مشكلة الـ heavy tail اذا كان مش عندي outlier واحد ده عندي مجموعة من الـ outlier كتير فالـ heavy tail هو عبارة عن distribution بس الـ tails بتاعته اللي هي الـ end بتاعت distribution far from the main بعيدة قوي عن المين بعيدة قوي عن الطبيعي مع كده يبقى where's the tails اللي هي الـ end بتاعت distribution اللي هي بعيدة عن مين are not exhibitionally rare مش نادرة قوي موجودة ولها كمان significant probability of occurring يعني في normal distribution هتلاقي الأطراف probability بتاعت وجودها وقليلة قوي لا هنا لها وجود فالـ heavy tail distribution have more extreme values لها مين لها outlier أكتر من المتوقع في الـ Gaussian distribution دي بشكل ما هيبقالها تأثير على المين وتأثير على الـ variance بتاعت distribution هتأثر بصورة كبيرة جدا على المتوسط وهتأثر على الاختلاف أو الـ variance وممكن كمان تعمل لك تحديات في الـ statistical modeling وفي الموديل اللي انت واخده أوكي طيب زي ما قلنا بقى لما الـ feature distribution يبقاله heavy tail هتلاقي المين max scaling والـ standardization بيعمله squashing most values into mean small range وزي ما قلت المشيل learning ما بيفضلش النوع ده وبالتالي قبل ما تعمل scale لازم الاول تعمل transform عشان تقلل من مشكلة من الـ heavy tail وده ممكن تعمله عن طريق الـ square تطبق الـ square root تطبق الـ square root لو كان الـ heavy tail لـ positive feature وذي heavy tail أو ان ترفع الكلام ده لقص مبين الزيرو طبعا الـ square root اللي هو جازر نص فانت ممكن تخلط قيمة مبين الزيرو والواحد كمان في الاكسبونة وفي القص وبالتالي لو الـ feature really long and heavy tail مع كده بيطلق عليه power load distribution اقدر ان انا ابدل ده ممكن عن طريق مين كمان عن طريق الليجراثمك ممكن الليجراثمي حل الـ يعني ده مثلا ده الـ heavy tail اللي انت شايف قدامك ده بتاع الـ population الـ population feature roughly follow a power load power load distribution دي عبارة عن functional relationship بين two quantity واحدة where one quantity varies as a power واحدة بتتغير مع القصة التاني وبي هو الفريقونس بتاع الـ event عند size والالفة يمين هي positive والدستريبيوشن ده هذا 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 معناه معناه هيفي تيل معناه ايه ان الـ event much larger than the average ان الـ event الاحداث الاكبر من المتوسط اللي عند التيل are more common اكتر شيوع than they would be for example عند normal distribution الـ power load distribution اللي هو ده ده بشكل ما بيوصف ظواهر كترة جدا في الطبيعة خاصة به سلوك الانسان ونشاطاته خاصة به city population وخاصة بالـ سواء الانترنت file size زي ما قلنا هيفي تيل imply that small event are extremely common طبيعي القيمة الصغيرة بس برضو large event are rare but not as rare as one would expect to the exceptional decay مش بنفس الشكل بتاع the exceptional decay اللي كان بحصل الطبيعي ان الـ event الصغارة كتير ومنتشرة لكن الجزء بتاع ده موجود وليه احتمالات ما بينزلش زي normal distribution زي ما قلت مثلا في city sizes كتير جدا في مدن صغيرة جدا زي نيويورك زي توكيو معاك مدن صغيرة عدد مدن صغيرة سكانها كتير جدا زي نيويورك كتر بس في برضو عدد من المدن الكتيرة اللي هي small city اللي اتنين موجودين في نفس الوقت وده بيطلق علي مين heavy tail heavy tail زي ما قلنا مثلا ده البابوليشن فيتشار هو لما تجد بص على البابوليشن فيتشار follow a power low ماشي كده district with 10,000 inhabitant اكتر من 10,000 are only 10 times less frequent than district with 1,000 inhabitant not exponentially less frequent عشان تحل الموضوع ده زي ما قلنا ممكن عن طريق اللغة مثلا لو طبقت اللوجه يطلع الشكل قدامك وبقى شكله شكله وبقى النزول بتاعه وبقى كويس ده الكود وده الفجر اللي طلعه وهنا زي ما انت شايف طبقت apply np.log في حل تاني ممكن تعمله مع heavy tail وهينفع مع المالت موضل اللي هو اللي هو انت انت نظر approach to handle heavy tailed feature انت يعني بعمل باخد الbarriable البتاعي باسمه الى ranges او buckets او number of interval ويبريبلايس each value ببدل كل قيمة برقم ال id بتاع الباكت برقم ال id بتاع الباكت يبقى ده الطرق التانية ان انا عشان اتعامل مع heavy tailed feature زي ما قلت هعمل باكتايز هعمل باكتايز هجيب ال range بتاع الفيتشر الفيتشر اللي مدايقني الفيتشر اللي فيه هجيب ال range بتاعه هقسمه الى مجموعة من interval او buckets وابدل قيمة الفيتشر بمين برقم الباكت بال bucket index خلاص ممكن كمان بدل مابدل بال bucket index ممكن اربلايس بمين بالpercentile باكتايز 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 مالت مود في المالت مود موجود اكتر من بيكس ممكن يقدي لسيتيواشن معاكده تخلي one mode يدومينت الفيتشر يعمل في الليرنينج بروسوس ويخليهم بشكل ما معاكده ان الالجورثم بتاعك يمس بعض البترن المرتبطة مع لس دومينانت دي مشكلة كمان مشكلة بتعمل مشكلة في ال يعني افترض انت شغال مثلا كيمينز او اي classification تسكي وجود اكتر من مود داخل single feature ممكن يقدي الى miss classification او poor cluster assignment لو الالجورثم بتاعك قدر يفسر المود على انه separate class او mean او cluster دي مشكلة طبعا في كمان ان في بعض الالجورثمات معظمها اللي شغال على back propagation والgradient هو بيشتغل عشان يجيب global minimum لكن وجود اكتر من بيك عنده هيقدي ان ده يظهر معاه مشاكل عند local minimum وبالتالي الالجورثم بتاعك هيحصل له getting stock في النقطة ليه يقف ويعتقد انه وصل ليه قيمة cost function minimum وبالتالي هو ما وصلش هو شغال على local لان انت عندك فيه ساعت هيبقى في local وفي global كمان machine learning model بالشكل ما انتعرف انه اهم حاجة فيها هي تعمل generalize منين من training data عشان تبدأ تطبق الكلام دا على مين على unseen data الملتي موضل distribution might reflect complex underlying structure or multiple subpopulation within the data which كانت challenge for a model هيبقى مشكلة جدا الموضل بتاعك انه يعمل generalize في وجود الملتي موضل الفيتشور ذو الملتي موضل كان بيه harder to interpret كمان تبقى صعب جدا انه يقدر يفصر مين يفصر الفيتشور تمام لان فيه different mood might imply different behavior or characteristics of the data point بدون محاول الفيتشور دي هيبقى صعب جدا ان انا اشوف تأثير الكلام ده على prediction بتاع الموضل طيب تعاوري لك مثال عشان تقدر يعني تتلمث في مشكلة المال دي موضل طيب انا افترض ان انا عندي weight distribution عندي وزن وعندي professional athletes عندي رياضيين محترفين في القصة دي فعنده 100 athlete الweight بتاعهم من 200 لـ 220 من 200 رطل طبعا بسبب العضلات وفيه office worker طبعا دول زينا 100 الرانج بتاعهم من 120 140 ما اللي ممكن يحصل مع المالتي موضل هنا طبعا دول لهم mood ودول لهم اولا skewed average average weight بتاع الcommunity would be around 170 لو انت جمعتوهم مع بعض وده doesn't represent either sub population ده مش هيمثل للفوق ولا هيمثل للفحت كمان miss leading range الرانج بتاع الweight واضح قوي انه بقى من 120 مثلا 220 من 120 220 ده اعتبره هو الرانج بتاع الweight الوقت شت تقعد موضل من 12 و descubering ماهو 270 من 170 مع ان 170 من المنز طبيعية عرضه قليل كمان لو انت حبيت تعمل لو انت تقبل موضل وكامنز وتعالى تتقدر ان تكون هيتار ممكن هذا ما يشتغل لان المينز بتعود الكلاستر ما هماش ماشيين او متسقين مع السنطر بتويته اكشوال سببوليشن كمان في الكلاسفيكيشن بروبلم لو انت حاولت بشكل ما تكلاسفاي البيبول انتو هاي ريسك اندولو ريسكو فهارت ريزيز بيزدع الويت هتلاقي الالجورس ببتاح حضرتك جد كنفيوزد لان الويتس بانت فولو اسنجل تريند تمام ليه لان انا عندي مين الوقتي عندي تو بيكس تمام وبالتالي مش هقدر اعمل ديسيجن باوندري بين الهاي ريسك واللو ريسك كمان في الفيتشور سكيلينج وينوي سكيل زي فور ماشيين ليرنج افو يوز ستاندرد سكيلينج مثل زي مين ماكس والطريقة الاخرى هتلاقي ان السببوليشن ارسكواشد انتو زيام مين انتو زيام رينج وده بشكل ما هيقدي ان انا اخصر التفاوت ما بين التو جروس خلص قلنا الحل بتاع الموضوع برضه وحل مين هو حل الباكتايزيج لما يكون الفيتشور ملتي مودل هعمل اي بقى وثو او مور كليير بيكس كولد مولز زي الهاوسينج ميديان ايج لو انت شايف كده في اكتر من بيك هنا بيك وهنا بيك وهنا بيك اوكي اتكان اولسو هلبي فول تو باكتايزيج بس المرة دي هعامل الباكت عقلنها از كاتيجوريز هنا بنتكلم في كاتيجوريز وتكست يبقى ان هذا الموضوع هيستدى عندي الوانهوت انكودينج بدل ما اعمله على انه نيوموريك فاليوز وده ممكن استعمل في مين استعمل في الوانهوت انكودر طريقة اخرى ان انا ممكن اضيف للتعامل مع ملتي مودل اضيف فيتشور بعد المودده اعطي فيتشور ادفى ادفيتشور. عالاقل المينوادس الاساسية اذا كانo عندي اثنين مودي يبقى تثين 3 مودي يبقى ثلاثة عشان ا BolsaP tech brand Persever. مود. مع كده اجيب المسافة بين الحاوسينج ميداد ايتش وبين مين وبين البرتيكولر مود. السيميلارتي دي عشان تجيبها اعاوز تجيب مسافة اقدر نستعملها عن طريق الراديال بيزس فونكشن. تمام? ودي اشهر حاجة اللي الجاوسين راديال بيز فونكشن اللي بتاعها بيديكي لما بتبعد عن اليموت يعني هي نازلة جاوس. فالمسافة بتاعتك بيحصل لها ديكي لما بتبعد بشكل معنى. طيب طبعا هو يطبق الكلام ده عن طريق ادي الدالة وادي جاما اكس نقص خمسة وتلاتين كلية تربية وطبق الكلام ده هو بيستدع اليمبورت راديال بيز فونكشن كرنل وبيطبق الكلام ده على مين على الهاوسين. ده الشكل هو راح على البيك ديت وطبق الدالة بتاع راديال بيز فونكشن. تمام? زي ما قلنا الى الان احنا عادين بنشوف المفروض الكلام ده برضو لو التارجت بيعاني من نفس المشكلة وانت تعاوز تعمله ترانسفورميشن. الجاهزة هاف ان انفارس ترانفورم اللي ممكن حدك تستخدمها ومعندكش مشكلة فيها وده الكود بتاعها معي وده الناتج بتاعك ممكن الاسهل من كده ممكن استعمل اوشن تاني اسمه ترانسفورميد تارجت مين تارجت رجلسور. طبعا المحاضرة اللي كانت طويلة انا اسف لكن اخدنا فيها معلومات قائسة جدا ان هي بتضاف الى موضوع المسينج باليوز والكاتيجوريكال او التكست اخدنا ميزة ان نعمل وعرفنا ليه بنعمله وعرفنا النوعين اللي بنعملهم وشوفنا تأثير الاوتلاير سواء عن النوع الاول او النوع التاني شوفنا ديستربيوشن اسمه الهيفي تيل وعرفنا امتى بحصل الهيفي تيل وشوفنا ممكن نحله عن طريق وعن طريق وشوفنا مشكلة الملتي موضل اتمنى في اختيار محاضرة ان المحاضرة تحوز على اعجابكم لا تنسونا من صالح دعاكم فما كان من توفيق فمن الله وما كان من تقفير او حطا او نسان فمن نفسي او الشيطان اتمنى ان شاء الله تشوفكم حضرات قديمة وانتم باحسن حال كل عام وحضراتكم بخير وربنا ربي يديم عليكم الشهر الفضيل وينصر اهلنا يا رب في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته